أعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حياز اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورقة أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية وقد خلص تقرير اللجنة الفنية إلى أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبات لافتا إلى أن 90% من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة كما تم تناولها في النمواذج الاسترشادية يأتي ذلك حرصا على تحقيق مبدأ الشفافية وإطلاع الطلاب على تفاصيل ما أثير حول امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة في مادة الفيزياء لعام 20-24